ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني دعوة مصر للتهدئة في السودان وجهود الدولة في إجلال المواطنين المصريين من السودان وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني طلعت عبدالقوي إن المجلس يؤيد مبادرة الرئيس السيسي لأن تكون هناك تهدئة في السودان استخرار السودان جزء من استخرار مصر واحنا طبعا بنشيد بتدخل الرئيس عفتاح السيسي بشأن قضية السودان وبشأن الأزمة السودانية وطبعا حرصه على أنه يتم إجلاء المصريين من السودان بطريقة آمنة وأيضا عدد من الرعاية من الدول الصديقة أيضا نحن ندعو في مجلس أمناء ونؤيد رؤية الرئيس في أن يكون هناك تهدئة وفي هناك حوار بين القوة المتنفسة والقوة التي بينها وبينها بعض مشاكل نتمنى أن هذا يتم في أخرى بوقت ممكن